موسيقى 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 سلام الوليدات سلام امهات الفاضلات مرحبا بكم معي في هذا الفيديو والوليدات اللي خصصوا لكم ولدات المستوى الثاني خذوا كتاب اللغة العربية وفتحوا على صفحة 8 و 7 غادي مديروا عالم الحيوان كيف ما كتلاحظوا الوليدات الصورة تحتوي على مجموعة من الحيوانات الوليدات عندنا هنا القرود عندنا السناجب عندنا الأساد عندنا حمار وحشي وعندنا الوليدات فهذا فرس نهر الوليدات وهذا الصورة الوليدات هنا عندنا حصان بقرة أرنب الوليدات عندنا هنا مجموعة من الدواجين كين الديك كين البط إذن فهذا يدل على عنوان النص إذن ماذا يوجد في الضيعة إذن الوليدات ماذا يوجد في الضيعة يوجد مجموعة من الحيوانات الوليدات قرروا النص مزيان مزيان غادي تكتشفوا مجموعة ديال الحيوانات الوليدات إذن غادي نجاوب على السؤال الأول استعمل كل كلمة من الكلمات الموجودة في اللوحة في جملة عندنا لما دائما هؤلاء إذن لما أنا الوليدات سدرت لكم لما أنتهي من عملي سأزورك دائما دائما أراجع دروسي كي أنجح في الامتحان هؤلاء هؤلاء فلاحون مجدون إذن الوليدات أنا أعطيتكم هنا جمل على سبيل المثال ولكم الاختيار الوليدات ولكن تكون جمل مفيدة وتوضفوا فيها هذه الكلمات اللي أعطينا هنا هنا الوليدات عندنا ثانيا أكمل عائلة الكلمة يعطف عندنا هنا يعطف قد ندروا الوليدات عطف عطوف استعطف عاطف فهذه كل هالوليدات كلمة من عائلة يعطف ويعطف الوليدات هي يحن الوليدات عطوف يعني حنون يعطف يعني يحن أو حنون عندنا الوليدات هنا ثالثة استعين بالمثال وأملأ الفراغات عندنا مدرسة درس يدرس دارس مدروس مكتوب إذن مكتبة كتب يكتب كاتب كتابة مكتوب عندنا الوليدات هنا يأفهم أصل كل جملة بالكلمة المناسبة وأقرأها زارة ليلة متحفا ضيعة معملا إذن الوليدات إلا أرجعته للدس عفوا أو إلا أرجعته للنص سنتشوفوا زارة ليلة ضيعة مع أسرتها إذن ضيعة زارة ليلة ضيعة كانت الزيارة باش نعرفوا الوليدات كيف كانت هذه الزيارة إذن كانت زيارة الضيعة مفيدة إذن هنا أعطينا كانت الزيارة مملة ممتعة متعبة إذن كانت الزيارة ممتعة نقول الوليدات هنا مفيدة وكذلك هنا كانت مفيدة وكانت ممتعة إذن مفيدة وممتعة إذن كانت الزيارة ممتعة هنا مفيدة عندنا ثانيا أقرأوا النص واستخرج جملة التي تدل على أن الفلاحة يرفق بالحيوان إذن سنرجعوا النص الوليدات نص ماذا يوجد في الضيعة وغادي نشوفوا وش الفلاح يعطف على الحيوان أم لا ونخرجوا الجملة التي تدل على أن الفلاح يعطف على الحيوانات لاحظوا معي إن الفلاحة يعطف على جميع الحيوانات ويعتني بها إذن أقرأوا النص واستخرج الجملة التي تدل على أن الفلاح يرفق بالحيوانات عندنا إن الفلاحة يعطف على الحيوانات ويعتني بها إذن الفلاح راه عزيزا لي الحيوانات كيطف عليهم وكيعتني بهم الوليدات حين تضروري الوليدات إلا كنا مربين شي حيوان فضروري ضروري انتهلوا فيه ألون الدخيل في كل لائحة عندنا الدجاج البط الماعز طبيب البقر الماشية إذن هذه كل هالوليدات كلمات لها يعني تنتمي إلى نفس القائمة الدجاج البط الماعز البقر الماشية إذن الكلمة الدخيلة الوليدات هي كلمة الطبيب إذن سنلون الطبيب عندنا هنا الوليدات الحضيرة الخم البيطاري الاستبل الزريبة الضيعة إذن عندنا الوليدات هذه الكلمات كلها الأماكن التي ينام فيها الحيوانات الحضيرة الخم استبل الزريبة الضيعة فالكلمة الدخيلة الوليدات هي البيطاري إذن سنلون كلمة البيطاري هنا الوليدات عندنا أقرأ وأصل بخط كل بطاقة بما يناسبها عندنا الماعز والخرفان الدواجي البقرة الحصان وعندنا هنا الوليدات في الخم في الزريبة في الإستبل في الحضيرة إذن الوليدات الماعز والخرفان في انكيبات والوليدات مكان المبيت ديالهم الماعز والخرفان في الزريبة مكان ديالهم هو الزريبة الدواجين الوليدات في الخم البقرة في الحضيرة والحصان الوليدات في الإستبل هذة هم الأماكن اللي كيباتوا فيها الحيوانات مكان المبيت ديالهم الماعز والخرفان في الزريبة الدواجن في الخم البقرة في الحضيرة والحصان في الإستبل إذن غادي نشوفوا صفحة الموالية الوليدات ألوين العبارات التي تدل على الحكي واستعمل واحدة منها في جملة إذن وليدات مني كنكونوا كنحكيوا شي قصة أو لا شي حكاية كنستعملوا واحد العبارات إذن هن عندنا في قديم الزمان في يوم من الأيام في أحد الأيام وفي الحديقة فالوليدات مني كنبغيون نحكي مني كنبغيون نقولوا شي حكاية كنقولوا في قديم الزمان إذن غادي نلونه هذه العبارة أو كنقولوا الوليدات في يوم من الأيام حتى هذه عبارة تدل على الحكي في أحد الأيام حتى هذه عبارة تدل على الحكي في الحديقة إذن هذه لا تدل على الحكي يا الوليدات إذن هذه هما العبارات التي يدل على الحكي اللي غادي نلونه في قديم الزمان في يوم من الأيام وفي أحد الأيام وقالنا الوليدات أستعمل واحدة منها في جملة غادي نديرها في جملة الوليدات إذن غادي نقوله في قديم الزمان كانت أميرة جميلة تعيش في قصر كبير إذن الوليدات مني كان نبدأوا الحكي فضروري كان نستعمل في قديم الزمان أو في يوم الأيام أو في أحد الأيام هذه رأي عبارات تدل على الحكي إذن ثانيا أحيط الكلمة المناسبة لكل سؤال كما في المثال هل تحب الحيوانات؟ نعم دير اللينا أحبها أحبه إذن هل تحب الحيوانات؟ غادي نتقوله الوليدات نعم أحبها هل زرت المتحفة؟ شنو غادي نقوله الوليدات؟ نعم زرته على المتحف الوليدات نعم زرته هل أنهيت قراءة الحكاية؟ نعم وش أنهيتها ولا أنهيته؟ لاحظوا معي الوليدات عندنا الحكاية غادي نقوله الوليدات هل أنهيت قراءة الحكاية؟ غادي نقوله الوليدات نعم أنهيتها هادي تدل على الحكاية نعم أنهيتها هل تحب الرياضة؟ نعم أحبه ولا أحبها الرياضة الوليدات مني كيكون مؤنة كنديرو أحبها ومني يكون مذكر الوليدات كنديرو أحبه لابحل هل زرت المتحف؟ نعم زرته مني كيكون عندنا المذكر زرته ومني كيكون عندنا المؤنة الوليدات هل تحب الرياضة؟ نعم أحبها فما يمكن لناشى الوليدات نهضروا على الرياضة ونقولوا نعم أحبه لأننا كنت تكلموا على الرياضة فما يمكن لناشى الوليدات نقولوا نعم أحبه بل نعم أحبها هنا الوليدات عندنا هذا حصان وهذه فرس هذا للكتابة من أجل تحصيل خطة ديلكم الوليدات غدين تكتبوا هذا حصان وهذه فرس وهذا نديكان وهتان بطتان إذن هذا تمرين للخط للكتابة الوليدات هنا عندنا الوليدات الإملاء أستمعوا وأملأوا الفراخ غزالتان صغيرتان وعندنا قردان من جبال الأطلس إذن الوليدات لاحظوا معي هنا هذا حصان هذا هذا حصان مفرد مذكر هنا عندنا غزالتان عندنا الوليدات المتنى المؤنت ندارونا هاتان بطتان بطتان متنى المؤنت أو المؤنت ولكن متنى يعني عندنا هنا غزالتان صغيرتان عندنا جوج ديال الغزالات الصغيرات وغزالتان رها مؤنت ولكن رهم جوج الغزالت متنى مؤنت المتنى غزالتان صغيرتان جوج ديال الغزالت هاتان غزالتان صغيرتان وعندنا الويدات قردان من جبال الأطلسي قردان تهي متنى الويدات ولكنها مذكر قردان متنى مذكر الويدات إذن أشنو غادي نقول لها الويدان عفوا الويدات إذن كيف ما قلنا هنا يا هادان ديكان ديكان المتنى المذكر إذن هنا عودتاني عندنا المتنى المذكر جوج ديالقرود الويدات قردان من جبال الأطلسي إذن هاتاني الويدات كديرها المتنى المؤنت وهاتاني كديرها المتنى المذكر إذن هاتاني غزالتان صغيرتان وهاتاني قردان من جبال الأطلسي إذن إلى هنا الويدات غادي نكون صديت معكم التمارين المتعلقة بأعالم الحيوان وكنتمنى تكونوا فهمتوا معي التمارين مزيان مزيان إذن في أمان الله الويدات الله يعاونكم والله ينجحكم والأمهات الفاضلات كيف العادة كنقول لكم ما تنسوا ليش من التعليق الزوينة ديالكم وما تنسوا ليش شراك في القناة ديالي باش يوصلكم بتفعيل جرس الأمهات بطبيعة الحال باش يوصلكم بكل ما هو جديد تمارين اللي تنفع لكم وليداتكم الأمهات الفاضلات إذن إلى اللقاء الليدات إلى مادة أخرى إن شاء الله شكرا